اشتركوا في القناة 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 والخواتم يعني الله يرضى عليكم اتيموا لي الخواتم كمان لانه الخواتم بتعبي جرسين وما بتقدروا تعملوا فيه اذا حتحطوا ايديكم بالاكل لازم اتيموا الخواتم بشوف الناس عبتعجن عجينة وخواتم بييدها فيعني كتير الحقيقة بيكش بدن من هالموضوع هذا فعمشان هيك ارجيكم شوية وعليكم الموضوع والاضافير كمان نفس الشي مودة تكون عراس وتكون ابدا يعني بس يعني تكون قصيرة يعني ما تكون والله مشان الواحد تطبخ النظافة من الايمان ايه والله يعني احبيت ارجلكون وكذا هلا رح ارجلكون بروكوليش لوم بدي حطوا انا انا بدي قطر هيك ااخدهم بهالطريقة هي يعني اللي بيقدر واللي ما بيقدر ساوي هيك بقطعه شايفين هلا مثلا انا عم تساوية بايدي ما بعرف ليش والسكينة موجودة يعني سبحان الله ما قد ابشع سكينة عندي بتحودي عليها فهلا هلا تذكرت انو كانت بايدي هذيك السكينة البشعة ما شو بدو يساوي يعني بتقيموا الاسمي قربتو شلون وبتقطعون هيك تقطعات هيك بتخلوه مو مشان ما تروح هيا قربتو ترحها هاي اللي كلها تفايدة اهه وكله يعني بس قصدي مشان ما تنهره اهوا هادي اللي بديقولو فبتخلوه هيك بهالطريقة هيا يعني الشقف شوف التقطيع تباحها هيك بهالطريقة هي وهلا رح اقطع لكرافس الكرافس رح اقيم هي القطع منها رح احطها هي بس مزغرة هي هي عشان تستوي يعني كتير كمانة مفيد الكرافس الحقيقة لقر كتير يعني وانا رح اصابي هيه ومن بعدو ناس نفس الشي علا فكرا اي شغلة من هالشغلات اللي حاطتها ما بتحبوها بتقدر تقيموها ما بضروري تحطه كل اللي حاطته انا يعني اللي ما بيحبه بالبعدونس لحط بعدونس اللي ما بيحبه بالكراخت لا يعني وهكذا انا هاي الا رح اقلي اول شي الفروج وحط يعني نصف كاسة صغيرة زيت يعني زيت اه زيتون بقول احيانا كتير زيت بلدي عندي عادة وفي ناس ما بتفهم علي حسب الدولة ما بيفهموا شو هو زيت البلدي يعني لازم اقول زيت زيتون اول شي رح اقلي البصل مع الكرافس هلا بعد اربع دقايه من التقليل تقريبا مستمر وقلا بيحترق لانه حاطة الغازع العالي ازا بتكون توطوه بتقدر تتركوه بتحركو كل شوية بس ازا عالي لازم ضلوك تحركو بالبصلة بشان ما تحترق وهلا رح احط بصع الفروج اش دورش الفروج هلا ناكس كمان اي رح تقتسطوه رح اطلل مع القصير ملل من نص ما لقيت الفر اسود انا لقيتها ناكسة زيت رح ازاود لها شوية زيت يعني بشان تعرفوا انه ممكن تزاودول ازا لقيتها ناكسة ناكسة وهلا بعد اربع دقايق تانية رح احط الفلفل والجزا ما شايفينه البطاطا رح اخليها لبعدين بشان ما تروح نيفا متل ما بوقعنا بشان ما تصمي كتير يعني عدت الشغلة هالي بتتأخر بالاستواء وهلا بحط الباقي بطاطا البطاطاة صغيرة هاي ب تمثي ملكو سايه ومس قو سايه هاي قد ما بتحبوا انتو يعني وهلنا من هون احركوا التحريج وحط البروكولين غاكت جيد احركوا هلنا شوية وهي شوهاية اللي البعاجولين والترافز والترافز يبني على حالة تشهد هذه الحصار شو بدي لكم انا 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 اقول اكل كلمة اخرى ما انا اقول ان ازيته عكا هاي هاي شورها انا اعمل كميلي منيح مولا يوم واحد يومين ثلاثة ممكن او اربع تيام ما بيصلة شي بالبرات اللي بديو يشتغل كتير بيعملها بفرد مرة هيك ويعني يا سلام ما طيضها ببضل بالبرات بضعيفة وهي بعد دقيقة دقيقتين منحط البروكولي هاي شاق هاي عندي هاي كبيرة ما شفتها شفتو ما شفناها هاي هربانة هاي هاي رحقين منها الارمية هاي لانه هاي بطولة تستوي هاي بس ثم تطلع هيك غلمزة بتتم بشورها يعني تقولي هالمنظر هاي اللي بيشهتني بعد ما علبتن شوي مع البركولي عندي هون معي اللي ترمي بسم الله اللي شوف قديش بدي حط احنا عير ارجيني انا مشان عير مشانقون يعني الحقيقة بتعرفوا انه قديش يعني لازم يحط الواحد لانه شوربة لو انه شربت خضرة مو لازم تكون كلها مي انا برأي هيك حاجتها قدي حطت الله قدريني لتر وربح يعني لتر وربح حطت الله بالحسابة لتر وثلت مي كل لتر خمس كاسات مي هيك كنت تحسبوها خمس كاسات بتحطوا سبع كاسات او مين كاسات مي حسب ما بتحبوها و هلا راح احطلها شايفين يعني مكعب هاد انه اقنور اسمه مو ماجين نفس الشي كله لس تبع خضرة هادا يعني ما انه خضرة عندي تبع خضرة حطيت ملح ان شاء الله ما تطلق مالحة بعدين هيا راح نحطلها هلا واحدين توكل على الله ونسكر عليها هلا عشر دقايه بس لحتى تصفر منحسب لها عشر دقايه هيا راح نسكك هلع عليها هاي وقت شوفولي هالمنظر بعد عشر دقايه ها ما شاء الله شوفوا المنظر هادا ابدا بتجهب ايه راح نسكبه عرشي كل منظر تبعها بسم الله ها شوفولي هالمنظر هادا اللي بشهي البروكولي الحقيقة يعني منظر ها منظره بتجاهية هاي خضره ها جميع انواع الخضره كما كون شايفين قدت انواع يعني بتجاهية شاية جميع 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 منظر اللي بشهي هقرب الكون جميعا نتبين انقرب بتجاهي الحقيقة ان شاء الله تكون عجبتكون هالشورة بترحن الظريفة المفيدة و اذا عجبتكون لا تنسوا من الاكليك و اشتراك اخر اكلات بساويه وإن شاء الله سيما بقبولان وأفطران هنيان الله معكم مع السلامة وإذا عجبتكم الأكلة لا تنسونا من اللايك والاشتراك اللي ماليوم اشتريك وتفعيل الجرس لنبصلكون آخر أكلات تنسويها قالوا لي نحط لك لايك قلت لهم يا ريت قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيكيب كتير قلت لهم بطل ما عد بدي شي